في هذا الفيديو تتعلمون طريقة توصيل مفتاح التشغيل وتوصيل أسلاك البطارية في جهاز التحكم بالمحرك ال-298 هذا مفتاح التشغيل الذي عملتم عليه في فيديو سابق يتصل به سلكان كما ترون، واحد قصير والآخر طويل لفوا الأسلاك الحمراء القادمة من البطارية حول بعضها البعض بهذه الطريقة أنتم تصلون البطاريتين على التوازي لأننا نريد الحفاظ على المقدار نفسه من فرق الجهد وفي الوقت نفسه نريد زيادة الوقت الذي تعمل فيه البطاريتان لفوا سلكي البطاريتان على السلك القصير القادم من المفتاح بعد الانتهاء من لف الأسلاك حول بعضها بقوة الحموها باستخدام آلة اللحم سخنوا الأسلاك، ثم ضعوا عليها اللحم بهذا الشكل تضمنون بقاءها متصلة طوال الوقت قصوا الأجزاء الزائدة هذه، ثم اعزلوا الجزء المتبقي بغطاء بلاستيكي مثل هذا إن وجد أو يمكنكم الاكتفاء بعزله عن طريق لف شريط كهربائي لاصق حوله بغض النظر عن مادة العزل أو الطريقة التي تستخدمونها فالمهم هو منع الأطراف المعدنية من أن تلامس بعضها البعض وذلك تجنباً لحدوث تماس كهربائي إذن عليكم أن تتأكدوا من عزل جميع الأسلاك المكشوفة وتغطيتها ضعوا كمية من الغراء على الجزء الخلفي من اللوحة الإلكترونية للمفتاح بحيث تغطون نقاط التوصيل عليها وبالتالي تعزلونها عندما كان المفتاح متصلاً أسفل المصباح الذي فككتموه لم تكن هناك فرصة لنقاط التوصيل هذه أن تلامس أجزاء معدنية يصل إليها التيار الكهربائي أما مكان المفتاح الجديد في الروبوت هذا قد يعرض لوحته الإلكترونية إلى التلامس مع أجزاء معدنية أخرى مما يتسبب بحدوث تماس كهربائي أو أن يتدفق التيار الكهربائي باتجاه لا نريده بعد أن يجف الغراء على ظهر المفتاح وتتأكد أنه أصبح معزولاً خذوا هذا السلك الطويل القادم من المفتاح واصلوه بالطرف المخصص للسلك الموجب في جهاز التحكم هذا هو الطرف الذي تصلون به السلك الطويل وهو الطرف في أقصى اليسار هنا يجب أن يتصل السلك بهذا الطرف تحديداً السلك طويل كما تلاحظون لهذا عليكم قصه بعض الشيء وكما تعلمتم سابقاً فإن من المهم أن يكون السلك معرّى بمقدار يكفي لتوصيله وليس أكثر حتى لا يلامس أجزاء معدنية أخرى في الدائرة تذكروا أنه من المهم توصيل السلك الأحمر الطويل بالطرف الأيسر في هذه الوضعية وهو السلك الذي يوصل القدرة الكهربائية التي هي بمقدار 9 فولت من البطارية الآن تحتاجون إلى سلكين طول الأول بين 2.5 و3 إنج والثاني 5 إنج قص أسلاك البطارية لتكون جاهزة للتوصيل هذه الأسلاك السالبة أو أسلاك التأريض القادمة من البطارية والآن عروا الأطراف بهذا الشكل أداة التعرية هذه جيدة للأسلاك الصلبة ولكن عند استخدامها على النوع الآخر من الأسلاك مثل هذه عليكم استخدامها بحذر حتى لا تقطعوا الأسلاك الصغيرة داخل العازل عروا ما مقداره 3 على 8 إنج من طرف السلك الآن لفوا السلكين الأسودين هذين حول بعضهما وهي الأسلاك السالبة وبعد ذلك لفوهما على السلكين الأسودين القادمين من البطارية أصبح لديكم توصيل جيد ومحكم قموا الآن بالخطوات نفسها التي قمتم بها لأسلاك المفتاح بعد تثبيت الأسلاك وتوصيلها بالشكل الصحيح الحموها باستخدام آلة اللحام حاولوا أن يصل اللحام إلى الفتيلة التي تكونت من لفكم للأسلاك سوية بعد انتهائكم من اللحام تكونون قد حصلتم على توصيل جيد للأسلاك وعليكم قص الجزء الزائد اضغطوا على مكان اللحام بالكماشة لزيادة التأكيد على متانة التوصيل وسلاسة نقطة الاتصال حتى تتمكنوا من إدخال التوصيل في الطرف الأوسط لمدخل جهاز التحكم هذا شدوا البرغي بعد إدخال التوصيل وأدخلوه إلى الأسفل قدر المستطع الآن احنوا السلك الأسود السالب الطويل إلى الخلف وعروا القصير بمقدار ربع إنش خذوا سلكا أحمر كهذا بطول ثلاثة إنش تقريبا وعروه بمقدار ربع إنش ثم صلوه بالطرف الأخير هذا إلى اليمين هذا السلك الذي يزود الأردوينو بقدرة كهربائية مقدارها 5 فولت صلوه بعد أن تصلوا أسلاك العبور لديكم كما تعلمون أربعة أسلاك عبور من نوع أنثى لأنثى صلوها بالمكان المخصص لها على اللوحة الإلكترونية لجهاز التحكم ال298 يمكنكم وضع الأسلاك بأية شكل أي أنه يمكنكم وضع أي سلك من الأسلاك الأربعة في أي مكان من الأماكن المخصصة لها بأي ترتيب بعد الانتهاء من تركيب الأسلاك وتوصيلها على لوحة جهاز التحكم يصبح بإمكانكم توصيل الأردوينو وهو ما تتعلمون طريقة القيام به لاحقا